اهلا بكم مع اخبار الرياضة قرر اتحاد كرة القدم تأجيل موعد اقامة مباريات الاسبوع الخمس عشر من دور المحترفين والتي كانت من المقرر ان تنطلق يوم غد الخميس لتبدأ اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق السادس والعشرين من شباط واجأ القرار بالتزام مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية يوم غد الخميس بسبب الاحوال الجوية المتوقعة خلال الايام الثلاثة المقبلة واكد السيد فادي زريقات الامين العام لاتحاد كرة القدم ان الاتحاد ينظر على الدوام الى سلامة اركان اللعبة كما اشار الى ان الاتحاد قام بابلاغ الاندية بوقت مبكر اليوم خشية ان تتحرك فرقها باتجاه المدن التي ستقام فيها اللقاءات اصدرت ادارة مدينة الحسن للشباب بيانا اوضحت فيه حالة استاد الحسن في اربد وتداعيات ما تم تداوله حول مباراة فريقي الرمثة والاهلي بدور المحترفين لكرة القدم والتي اقيمت في اجواء ماطرة وارضية مشبعة بالمياه واشار البيان الى ان اسرة مدينة الحسن للشباب تأسف لاقامة هذه المباراة بهذه الظروف الجوية الطارئة مؤكدا على عدم التمكن من التدخل لتأجيل المباراة كون الحكم هو صاحب القرار واضاف البيان بان ادارة مدينة الحسن للشباب كانت تتوقع ان يتم تقدير الموقف للمصلحة العامة وسلامة اللاعبين والملعب الا انهم لم يلمسوا اي مبرر لعدم اتخاذ قرار بتأجيل المباراة والاسرار على المخاطرة بسلامة اللاعبين اعلن اتحاد التايكواندو عن تأجيل تصفية منتخبي الرجال والسيدات والمقرر يوم غد الخميس في صالة الامير راشد بمدينة الحسين للشباب واجأ قرار التأجيل تحسبا للظروف الجوية المتوقعة في المملكة خلال العصفة الجوية جنع وتقرر اقامة التصفية خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي اكد المدرب الاسباني بيب جورديولا المدير الفني لفريق بير ميوناخ ان التعادل امام شختار الاوكراني لم يكن عادلا في ذهاب دور الستة عشر لدور ابطال اوروبا واشار جورديولا الى ان اداء لاعبيه كان افضل من اداء لاعبي شختار وان فرصهم كانت اكثر الا ان الحظ لم يحالفهم واتحدث المدرب الاسباني عن مخاوفه من مباراة العودة في ميوناخ حيث لم يعد هناك اي شيء مضمون وان المباراة قد تنتهي بالتعادل الايجابي مما يعني خروج بطل البوندزليغا الا ان جورديولا عبر ايضا عن ثقته بلاعبيه مؤكدا انهم على قدر المسئولية يلتقي فريق ريال مدريد الاسباني مع نظيره شالكة الالماني الليلة على ملعب الاخير فلتنيز ارينا ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر ببطولة دور ابطال اوروبا ويدخل الريال لقاء اليوم وسط اجواء متوترة بعد الرباعية التي لحقت به من جاره اتلاتيكو مدريد قبل اسبوعين بالليغا بالاضافة لتراجع اداء كريستيانو رونالدو نجم الفريق بشكل كبير في الفترة الاخيرة ويسعى ريال لتحقيق الفوز في لقاء اليوم والعودة بنتيجة ايجابية من المانيا تضمن له التأهل الى ربع نهائي دور الابطال وفي المقابل يتطلع فريق شالكة لتحقيق نتيجة ايجابية امام الريال مستغلا عاملي الارض والجمهور وذلك للحفاظ على اماله في التأهل الى ربع نهائي البطولة حقق الاسباني رفايل نادال اول فوز له هذا الموسم على الملاعب الترابية حين تغلب على البرازيلي توماس بيلوتشي بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و 6-1 في الدور الاول لدورة ريو دي جانيرو البرازيلية الدولية للتنس واختر نادال المشاركة للعام الثالث على التوالي في الدورة البرازيلية التي تقام على ارضه المفضلة وذلك قبل خوض منافسات دورتي الماسترز للألف نقطة انديان ويلز وميامي انطلاقا من منتصف اذار المقبل وسيلقي نادال في مباراته المقبلة في الدور الثاني مواطنه الشاب بابلو كارينيو واتأهل ايضا الى الدور الثاني الاسباني الاخر ديفيد فرير بعد تحقيقه فوزا سهلا على مواطنه دانيال خيمينو بواقع 6-4 و 6-3 استضاف فريق بيتسبرغ بينجوينز فريق واشنطن كابيتلز في المباراة التي جمعتهما ضمن الدوري الامريكي لهوكي الجليد واتمكن واشنطن من تحقيق الفوز على مضيفه بثلاثة اهداف لهدف اهداف اللقاء لواشنطن جاءت عن طريق كل من اليكس بوشكين وستيف دوني وجون كارلسون يشعر الى ان اليكس بوشكين سجل هدفه السابع والثلاثين هذا الموسم ليصبح هدف الدوري حتى الان ترجمة نانسي قنقر